في الأجندة هذا الأسبوع تفكيك الخطاب السياسي للانقلاب الانقلاب ليس مجرد بندقية تقتل ولغم يفجر ومغفلون يلقون بأنفسهم إلى التهلك لكي تعيش بعض الأسر في رخاء وإنما هو أيضا خطاب دحائي يحاول كسب المزيد من المغفلين إلى صفه والدفاع عن نفسه أمام الشكوك والتحديات الكلامية التي يوجهها إليه أعداءه أعداء الانقلاب هذا الخطاب الانقلابي هو أحد أخطر الأسلحة التي يتقن الانقلابيون استخدامها لأنهم يوظفون فيه عناصر التأثير الجماهيري بذكاء والجماهير المستهدفة الجماهير المستهدفة هنا ليست جماهير الأذكياء والأنقياء والمثقفين المحترفين وإنما هي جماهير من نوع خاص أبرز مكوناتها هو ذلك المكون الذي يحمل السلاح ويبحث عن معركة وهو مكون موجود بكثرة في اليمن اليوم بعد أن أفشلت الدولة طوال خمسين عاما مضت في اجتذاب الناس إلى مشروع الدولة المدنية حلقة اليوم في محورها الأول ستحاول التعرف على ملامح هذا الخطاب الانقلابي وإلى عناصر التأثير الأساسية فيه وفي المحور الثاني سنأخذ عينة محددة من هذا الخطاب وهو البعد الديني الخطاب الديني في الخطاب الانقلابي العام وسنأخذها من الكلمة الأخيرة لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي التي ألقها في ذكرها ما يسمونه بيوم الغدي الخطاب في مفهومه اللغوي هو نص كلامي يحمل معلومات ورسائل يريد المتكلم المرسل أن يوصلها إلى المجتمع المتلقي أما الخطاب بمفهومه الفلسفي الذي يتردد على ألسنة المحللين السياسيين غالبا وغيرهم من نقاد الأدب وغيره الخطاب بهذا المفهوم الفلسفي أوسع وأعقد من معناه اللغوي ولم يتفق المثكفون على تعريف محدد له لكنهم جميعا يستخدمون مفردة خطاب للإشارة إلى مجموع العناصر التي تتردد في أدبيات طرف ما للتأثير في أطراف أخرى وعادة ما تتم هذه العملية عملية الخطاب في مدى زمني طويل فالخطاب الديني مثلا هو مجموع العناصر المفاهيمية والقيمية والبيانية التي يتكرر ورودها في حديث الخطباء وآدبيات الكتاب المتديني وكذلك الخطاب السياسي لدولة ما أو لجماعة ما هو مجموع العناصر الكلامية التي تتردد في خطاب أفرادها وحين نتحدث في هذه الحلقة عن خطاب الانقلابيين فإننا نعني مجموع الرسائل والمقولات التي تتكرر في أحاديثهم سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات إعلامية ودعائية هذا الخطاب له خصائص تستحق التحليل والتفكيك أول هذه الخصائص هي أنه خطاب شديد العدائية لدولة واحدة في دول التحالف العربي هي المملكة العربية السعودية فمع أن دول التحالف العربي تضم عددا من الدول الخليجية والعربية إلا أن تركيز الخطاب الانقلابي كله يصب على المملكة العربية السعودية لماذا؟ لقد اختار الانقلابيون بهذه الطريقة تحييد بقية الدول وكأنهم يقولون لها يمكننا التغاضي عن مشاركتكم في هذه المعركة ضدنا إذا ما تخليتم عن السعودية ويأتي التركيز هنا على السعودية لدافعين أساسيين الدافع الأول كونها قائدة هذا التحالف وصاحبة الرأي الأول فيه الدافع الآخر هو كونها المملكة الهدف الأكثر جذبا للعداوة في الداخل اليمني والخارج الإقليمي والدولي وإذا كان الدافع الأول مفهوما فإن الدافع الأخير طبعا يحتاج إلى بعض التفصيل لأسباب عديدة تتعلق غالبا بسياسات المملكة السعودية سياساتها الخارجية تحديدا تشكل لدى الكثير من اليمنيين وبعض العرب موقف سلبي من المملكة وقد عمل طرفاء الدولة الدولة العميقة في اليمن اللي هو صالح نظام صالح ولوبي الإماميين في الدولة عمل هذان الطرفان على تغذية هذا الموقف النفسي طوال العقود الماضية فعلى الرغم من الحصانة التي تمتعت بها السعودية في وسائل الإعلام الرسمية اليمنية خلال فترة حكم صالح إلا أن الرجل وآلته الدعائية الاجتماعية تحديدا كانت تعمل حساب المستقبل ربما ولهذا كان حديثها عن المملكة في الغرف المغلقة غير الرسمية مختلفا عن الحديث المعلم وهو ما حافظ على قدر كبير من الموقف النفس السلبي تجاه المملكة في نفوس الكثير من أتباع النظام وكثير من اليمنيين بشكل عام أما الموقف العداء الحقيقي تجاه السعودية فقد كان يصدر عن ذلك التيار الإمامي المتخفي في ثياب الجمهورية التيار الذي يعتبر المذهب الوهابي الذي تروجه السعودية مذهبا منافسا شرسا لمذهبه الإمام السياسي والإماميون بطبيعة الحال يعتبرون أن المذهب هو حصان ضروادة الذي يوصلهم إلى السلطة هو الجسر الأساس الذي عن طريقه يعبرون إلى السلطة هم بداية يعبرون إلى الجمهور عن طريق المذهب ثم يعبرون من الجمهور إلى سدة الحق وهذا التيار الإمامي يعتبر الدولة السعودية المغتصب يعتبرها العدو الأكبر والمغتصب لمشروع الدولة السلالية الذي كان من المزمع ومن المقرر قيامها بعد الحرب العالمية الأولى على يد الشريف حسين وطرفاء الانقلاب يستغلان أيضا حالة العداء الكبير للسعودية من قبل أكثر من طرف إقليمي ودولي هناك توجه دولي وتوجه إقليمي لتهميش المملكة السعودية ولمعاقبتها لأسباب عديدة الانقلابيون في اليمن يستغلون أيضا هذه التوجهات ومن الواضح في سلوك الانقلابيين منذ دخولهم عمران أنهم كانوا يتصرفون بإطمئنان وكأن الدول الكبرى كانت أعطتهم الضوء الأخضر وكأنها كانت تكف خلفهم وكأنهم منتدبون للقيام بأمر ما في المنطقة لأن ذلك السلوك الإجرامي المبالغ فيه الذي مارسه الحوثيون مثلا والانقلابيون تجاه خصومهم السياسيين ذلك تلك الفجاجة في الخصومة لا يمكن أن تصدر عن جماعة دون أن يكون لدى هذه الجماعة تطمينات من دول كبرى لماذا؟ لأن الجماعات السياسية تعرف إلى أي مدى كالتعاكب تعرف أن عواكب السلوك ستكون وخيمة إذا خسروا المعركة وهم لا يضمنون النصر فلماذا يغلون ويبالغون في النكاية بخصومهم تفجير بيوت وقتل واعتقالات وتعذيب هذا كان مؤشر على أنهم كانوا مطمئنين إلى أنهم لن يخسروا المعركة ما دام أن الدول الكبرى لن تتدخل وهذا ما بدى واضحا في موقف السفارات الغربية في صنعاء يوم دخول الإنقلابيين إلى صنعاء ولكي يتم استغلال الذاكرة اليمنية المثقلب بالوجع اليمني من سياسات المملكة طوال العقود الماضية لكي يستغلوا ذلك فإن خطاب الإنقلابيين اليوم لا يميز بين سياسة هذا الملك أو ذاك في المملكة السعودية بل يعتبرونها كلها سياسة واحدة سلة واحدة ذات توجه واحد معادل لليمن واليمنين على طول الخط وموالي لأمريكا وإسرائيل على طول الخط هم يكصدون أن يضعوا السياسات السعودية كلها في حزمة واحدة وكأنه لا فرق بين سياسة فيصل عن سياسة فهد سياسة سلمان عن سياسة عبدالله كلها سياسة واحدة ولم يلتفت خطاب الإنقلابيين إلى التناقض الذي قد يقع فيه هؤلاء إذا ما تساءل المتابعون إذا كانت سياسة الملك سلمان مثلا مثل سياسة الملك عبدالله فلماذا تتعرض السعودية لكل هذا الضغط والابتزاز الأمريكي والغرب اليوم في مقابل هذا الانفتاح السداح مداح مع إيران هذه أسئلة لا يطرحونها على أنفسهم ولا يجرؤون على طرحها لأنهم لا يحبون أن يفتحوا الأعين على ما يشوش عليهم غرضهم يتسم خطاب الإنقلابيين أيضا بسمة الغوغائية بين كوسين أي أنه يتوجه في الغالب لفئة اجتماعية تتسم بضعف الوعي وضعف التعليم ولديها قابلية عالية للانفعال العاطفي تجاه كضايا الدين والوطن وما شابه ذلك والانقلابيون يخاطبون الفئة التي تصلح على فن للحروب كما كانوا يقولون كما كان يقال في الحروب الأوروبية هذه الفئة التي لا تحتاج لخطاب منطقي عقلاني لأنها لا تستجيب لهذا النوع من الخطاب الخطاب العقلاني يعني صعب عليها شوي وهذه الفئة تستجيب فقط للخطاب العاطف الحماسي والمدخل إلى عاطفتها هو العزف على وتري الدين والوطن الدين دائما في خطر والوطن دائما محاط بالأعداء وهكذا يصور لها ويصل هذا الخطاب الغوغائي أحيانا إلى مستويات فكاهية كهذا الذي صدر عن قياده في جماعة الحوثي تعقيبا على قرار نقل البنك كالمركز اليمني إلى العاصمة عدن الأخ القيادي هذا يدعو الأمة اليمنية بكابلها رجالا وأطفالا ونساء إلى الذهاب إلى الحدود واكتحام الحدود السعودية والدخول إلى الرياض والسيطرة على البنك المركز السعودي نستمع إلى الأخ القائد ونعود ارتفاع أسعى نحن جاهزين انقضاء مرتبات نحن جاهزين انعدام مشتكة نفطية نحن جاهزين انعدام سيول المنقدية نحن جاهزين للزحف بالملايين على بنك المركزي في الرياض نحن لن لا يحكي أولا لهمان هذا عبط رب ومصور هادي أحمد عبد المنتقر أولا بجموعة من من التايين المشردين هؤلاء المشردين مثل الكلاب الضالة سمعتني نحن نبحث عن رأس الحربة رأس الحربة البنك المركزي السعودي ماذا تعمل الأباتشي حقهم ايش با تعمل ايش با تعمل ايش با تعمل ايش با تعمل سنزحف بالملايين وأنا أدعو الشعب اليمني من هو مضرر نتحرك هكذا زح سيرا على الأقدام إلى أن ندخل البنك المركزي السعودي نأكل جامعة طبعا هذا كلام كلام جماعة لا تبالي بدماء الناس فضلا عن أن تبالي بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية المأساوية التي وصلت إليها شريحة كبيرة من اليمنيين بسبب هذا الانقلاب هذه جماعة لا تشعر بالخجل من كونها تسببت في هذا الخراب الكبير الذي لحك باليمن واليمنيين وبدلا من أن تفكر في تقديم تنازلات لصالح هذا الوطن تنازلات باتجاه شراكة وطنية تجمع اليمنيين جميعا في ظل دولة ديمقراطية واحدة بدلا من ذلك يطالبون اليمنيين بمزيد من التضحيات في سبيل بقائهم على رأس السلطة كذلك يتسم الخطاب الانقلابي أو يتسم خطاب الانقلابيين وخصوصاً الإماميين منهم بأنه متعدد المستويات فهو يخاطب ثلاثة مستويات رئيسية هي المستوى الدبلوماسي ثلاثة مستويات من المخاطبين في اليمن وفي خارج اليمن المستوى الأول هو المستوى الدبلوماسي المستوى الثاني هو المستوى الشعبي والمستوى الثالث هو المستوى الخاص هذه الثلاثة مستويات يعمد الخطاب الإنقلابي إلى مخاطبتها ولكل مستوى من هذه المستويات خطاب مختلف قليلاً يصل أحياناً إلى حد التناقض الذي يدل على طبيعة الانتهازية للمشروع الذي يريدون إقابته نقصد بالمستوى الدبلوماسي الخطاب الموجه للدول والمؤسسات الأجنبية ونقصد بالمستوى الشعبي ذلك الموجه لعامة الناس في اليمن أما المستوى الخاص فهو ذلك الموجه للأكلية الانتهازية التي تنتظر نجاح المشروع أو تنتظر نجاح المشروع لكي تقطف ثماره لها ولأبنائها وذريتها من بعدها وسيتضح معنا هذا الكلام عن مستويات بشكل مفصل في المستوى الدبلوماسي يقدم الانكلابيون أنفسهم باعتبارهم ضحايا الاستكبار السعودي على المستوى الدبلوماسي ثم يذكرون المجتمع الدولي بأن السعودية هذه هي رعية التطرف في العالم رعية الإرهاب لأنها تتبنى المذهب الوهابي الذي يعد مخزن الأفكار المتطرفة كما يقولون هذا على المستوى الدبلوماسي على المستوى الشعبي على مستوى الخطاب الشعبي يتم تسويق فكرة الموت لأمريكا الموت لإسرائيل الحرب الأمريكية على العرب والمسلمين المقاومة للمشروع الصهيوني في المنطقة وهذه البضاعة التي يمكن أن تنظي في سوق يعني تصرف في سوق الشعب والبسطاء يتحدثون عن محور المقاومة الإيراني طبعا فقط لا يوجد مقاومة أخرى يعتقدون أما على المستوى الخاص فهم عادة ما يقولون الحقيقة على المستوى الخاص يتحدث قوم صالح عن مشروع التوريف وعن هيمنة جهوية معينة ويتحدث الإماميون عن مشروع الإمامة والحق التاريخي المسلوب والحق التاريخي المسلوب من أيديهم عام 1962 وتعدد مستويات الخطاب الانقلابي هو إحدى القرائم الدلة على انتهازية هذا المشروع بفرعيه الإمامي والمخلوعي إذا صحت النسبة لماذا؟ لأن المشروع السياسي البراغماتي يعني النفعي أو المشاريع البراغماتية عموما التي لا تتقيد بالدين والمبادئ والقيم لا يهمها إلا كسب الأنصار وفي سبيل الكسب كسب الناس إلى صفها يمكنها ممارسة أي شيء مهما كان متناكضا أو مشينا ومع أن قطاعا كبيرا من أثباع الانقلابيين يعرف جيدا أنه هو وكياداته يمارسون ازدواجية في الخطاب والسلوك إلا أن ذلك لا يعد عندهم عيبا بل ذكاءا أو تقيا أو حتى كذبا مقبولا وبإطلالة سريعة على هذا الجمهور جمهور الانقلابيين نفسه أو نفسه يمكننا تبييز ثلاث مستويات أو ثلاث شرائح في جمهور الانقلابيين أنصار الانقلابيين شريحة أولى هي شريحة العقائديين الذين يرغبون في تغيير هوية المجتمع اليمني بحيث تصبح على شاكلتهم وهؤلاء هم الفئة المؤدلجة في المشروع الإمام الحوفي وهؤلاء بالطبع أكلية في المجتمع وأكلية حتى داخل جمهور الانقلاب لكن هذه الأكلية هي التي يعتمد عليها رب المشروع لأنها الأكلية المخلصة المبادرة إلى التضحية في سبيل إحدى الحسنيين يعني إما الموت أو منفعة دنيوية من الدرجة الثانية لأن المنافع الدرجة الأولى هي للسيد فقط الشريحة الثانية هي شريحة المنتفعين الذين ارتبطوا نفعياً بدولة المخلوع علي صالح موظفي دولة، وزراء، سابقين، مباط إلى آخر هؤلاء لا يستطيعون التفكير في الاعتماد على أنفسهم والرزق الحلال وكان المخلوع قد فطن إلى أهمية هذه الشريحة ولهذا جعل من الدولة عبارة عن شبكة كبيرة لصيد الأتباع والمناصرين عن طريق الوظائف والفساد المالي والإداري وغيره وهذه الشريحة هي أكبر من التي سبك الإشارة إليها شريحة واسعة وعليها يعتمد كادة الانكلاب في إدارة شؤون الانكلاب وإدارة المجتمع الانكلابي من حولهم أما الشريحة الثالثة فهي شريحة المخدوعين من البسطة وهي أوسع طبعاً أوسع الشرائح الانكلابية من حيث العدد وهي أيضاً الأكبر من حيث التضحية هذه الشريحة الأخيرة هي التي تضحي في الجبهات وفي أكثر من مكان مرحباً بكم مجدداً طبعاً الخطاب السياسي للانكلابيين لا يستطيع أن يستغني عن البعد الديني في هذا الخطاب وكما قلنا يعد المكون الديني عنصر أساسي في خطاب الانكلاب الإمامي على وجه التحديد لأن المذهب هنا هو بمثابة حصان طروادة أو بمثابة الطعم الذي يلقى إلى الجمهور لكي يحتشت حول المشروع السياسي ومن ثم فإن هذا النوع من الخطاب يحتاج إلى القأضو وإلى تفكيك لأنه في طبيعة الحال أخطر من الخطاب السياسي نفسه أول ملاحظة يمكن تسجيلها على الخطاب السياسي الذي يوظف الانكلاب أو الذي يوظف العناصر الدينية في صراعه مع الآخرين هو أنه خطاب مذهبي ونقصد بالخطاب المذهبي نعني أنه خطاب لا يستند إلى قياب الدين ومبادئه وهي طبعا الأمور المحكبة المتفك عليها بين أهل الملة الواحدة الملة الإسلامية التحديدا وإنما يستند إلى مقولات اجتهادية خاصة مختلف عليها بين أهل الملة يعني مقولات مذهبية والمقولات الاجتهادية هي بالطبع مقولات مذهبية لأن كل مجتهد له مذهب في فهم الدين وفي النظر إلى نصوصه ولا يصح عقلا أو دينا أن يقول أحدهم إن فهمي للدين هو الفهم الصحيح الواجب لاتباعه ومن خالفه استحق القتل هذا ما يقوله جمهور فقهاء التراث لماذا؟ لأنه بهذا يجعل نفسه في مقام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهذا افتئات على الله لا يوجد قضية واحدة من القضايا التي تسبب الصراع بين الطوائف الإسلامية اليوم وبالأمس لا يوجد قضية واحدة من هذه القضايا لها سنة قطعي الثبوت قطعي الدلالة يعني ثابتة يقينا عن رسول الله أو أن معناها قطعي لا يحتمل الشك كلها نصوص غير ثابتة هذه النصوص التي تسبب الخلاف والصراع كلها إما نصوص غير ثابتة بصورة قطعية عن الله أو أنها تحتمل أكثر من معنى وأكثر من وجه دلالي وفي أكثر الأحيان هي مجرد آراء ضعيفة ووجدت في الطريق ووجدت من يتعصب لها بدوافع غير دينية دوافع دنيوية سياسية وما شابه ذلك وقد تبلغ هذه العصبية عصبية لهذه الأفكار المذهبية كد تبلغ حد الكذب والتلبيس على الناس وسنضرب على ذلك مثلا واحدا فقط من كلام زعيم جماعة الحوثي عبد الملك في خطبته الأخيرة على يعني هذا مثل على ممارسة الكذب في النقل والتدليس على المخاطبين فقد ظهر هذا الشاب الأسبوع الماضي في كلمة تلفزيونية بمناسبة ما اسموه يوم الولاية ويكصدون به الولاية السياسية لعلي بن أبي طالب التي انتكلت إليهم بطريقة سحرية غير معروفة طل على جمهوره وقال كلاما طويلا بغرض تأصيل مفهوم الولاية تأصيلها من الناحية الدينية فسرد روايات تاريخية منسوبة إلى النبي وسرد آيات قرآنية قال إنها تتحدث عن ولاية علي بن أبي طالب وكلاما آخر غير ذلك الشاهد أنه سرد آية قال إنها واضحة في مسألة الولاية للإمام علي هي قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون آية في سورة الميدة والآية كما تلاحظون ليس فيها ذكر للإمام علي ولا باسمه ولا بوصفه الخاص الذي لا ينصرف إلى غيره ومع ذلك هذا الخطاب من زمان يوظف هذه الآية في خطابه السياسي من أجل حشد الناس جاءوا إلى عبارة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وحاولوا أن يخرجوا منها شيئا قالوا إن الروايات قالت إن المقصود بها هو الإمام علي الروايات هي التي قالت الآية لم تكن وهنا نحن لسنا في مكان طبعا الرد على هذا الكلام بالطبع فلسنا هنا طرف في الصراع المذهبي وإنما نحن في مكان تحليل الخطاب السياسي ونحاول أن نوضح كيف أن هذا الخطاب السياسي يوظف المقولات الدينية أو يوظف الدين أو بالأصح يوظف المقولات المذهبية الأراء المذهبية ويستند إلى مفاهيم خاصة غير متفق عليها بين المسلمين وضربنا هذا المثال وهو كما تلاحظون نص آية ليس فيه أي ذكر لشخص لا باسمه ولا بوصفه الوصف الذي لا يدل على غيره هناك أوصاف كد يشترك فيها عموم الناس حين نقول مثلا الذين آمنوا الذين آمنوا بالملايين الذين يقيمون الصلاة بالملايين الذين يؤتون الزكاة ومن أوصافهم أنهم راكعون بالملايين أين الوصف؟ الخاص الذي يجعل الذي لا ينصرف إلى غير هذا الشخص لا يوجد في الآية فلجأوا إلى ذهبوا يبحثون عن روايات من خارج الآية لتفسيرها بطريقة أقل ما يقال فيها أنها اجتهادية خلافية ولست قطعية لأنها لو كانت قطعية الدلالة لو كانت قطعية الدلالة ما اختلف عليها المسلمون ولأن المذهبيين يدركون نقطة الضعف هذه في خطابهم فإنهم يلجأون أحيانا إلى الكذب فيقولون أن هذا التفسير متفق عليه بين جميع المفسرين كما فعل عبد الملك مع الآية السالفة فقد زعم أن جميع المفسرين قالوا أنها نزلت في شأن الإمام علي وهذا لم يحدث بالطبع وبإمكان أي شخص منكم أن يتأكد بنفسه ويفتح أي كتاب في التفسير القديم أو الحديث ولينظر هل اتفقى المفسرين فعلا كما قال أم أنه رأي ضعيف ضمن الآراء دعونا نجتمع لعبارة عبد الملك ثم نعود للتعليق وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُجِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ واتفق المفسرون أن المقصود بهذه الأوصاف والمقدم بهذه المؤهلات الإيمانية هو الإمام علي عليه السلام في حادثة إعطائه وتصدقه بالخاتم في ركوعه التي كان لها دلالة مهمة ومعبرة جدا نؤكد مرة أخرى أننا هنا لسنا في مقام الرد على هذا الكلام لأننا لسنا طرفا مذهبيا هنا وإنما نحن في مقام تحليل الخطاب السياسي الذي يشكل المشهد السياسي الكاتم في بلادنا اليوم وما زلنا نسجل الملاحظات العامة على هذا الخطاب قلنا في الملاحظة الأولى أنه خطاب مذهبي أي أنه يستند إلى مقولات مذهبية خاصة مقولات المذهب ولا يستند إلى أدلة قطعية الثبوت والورود وقطعية الدلالة لأن هذا النوع من الأدلة يتفق عليه عادة الناس تتفق عليه المذهب إذن لا يوجد اتفاق ولا يستندون إلى مبادئ الدين المتفق عليها أو القيم المتفق عليها أو الآراء المتفق عليها وإنما يستندون إلى آراء خاصة إذن هو خطاب مذهبي بهذا المعنى هذه الملاحظة الملاحظة الثانية أنه خطاب إيقاني نسمونه دغمائي يعني يعتقد أن ما يقوله هذا الخطاب هو اليقين الذي لا يقبل الشك مع أنه كما قلنا لا يستند إلى نصوص قطعية الثبوت والدلالة وإنما يستند إلى مسائل ظنية الثبوت أو ظنية الدلالة وهذا النوع من المسائل خاضع للفهم على أكثر من وجه ومن الأمثلة على هذه النزعة الإيقانية في خطاب عبد الملك قوله إن ما يسمونه برواية غدير خم التاريخية هي رواية ثابتة بالتواتر بالتواتر القطع الذي لا شك فيه هكذا يقول وليس فيها أي شك على الإطلاق وهذا كلام يرفع النصوص التاريخية يرفع التاريخ إلى مستوى النص القرآني من حيث الثبوت وهو كلام خطير لا يوجد نص بمستوى ثبوت النص القرآني هذا كلام خطير على مستوى العكيدة وعلى مستوى العقل لأن العقل أيضا يمفيه لا يمكن فالعناصر التاريخية التي لا يمكن الشك فيها محدودة جدا لأنها وردت عن طريق التواتر الحقيقي وليس التواتر الوهم الذي يتصورونه التواتر الحقيقي هو نقل الكافة عن الكافة في كل جيل أبناء جيل الجيل الأول ينقلون هذا الخبر إلى أبناء الجيل الثاني نقل الكفة عن الكفة وليس أشخاص في هذا الجيل ينقلون إلى أشخاص معدودين في الجيل الثاني ثم يقال أنه تواتر مهما كثروا يعني لابد أن يكون هناك كثرة يمنع يستحيل أن تتواطئ على الكذب حتى يقال أن هذا النص أو ذاك متواتر بحيث لا يسع أي جيل جهلها هذا يحدث هذا نادر مثل الأحداث الكبرى في التاريخ الإسلامي والشخصيات المشهورة فيه هذه ممكن تثبت بالتواتر أما موضوع مثل غدير خم فهو حادثة عابرة إذا صحت إذا ثبتت فهي حادثة عابرة لا يمكن أن توصف بأنها متواترة لأنها لو كانت متواترة كما يقول يعني لو أن الجيل الأول نقلها إلى الجيل الثاني أو أن الجيل الأول عالمها الجيل المسلمين فلماذا إذن خالفوها لماذا خالفها أبناء الأجيال الأولى ولم يعتمروا بأمر نبيه تعالوا نجتمع لعبارة عبد الملك الحوثي ثم نعود للتعقيب أيضا وخصوصا أن هذا النص متفق عليه ثابت بين الأمة لا خلافة بين الأمة في ثبوت مسألة الغدير ونص الغدير ورواية الغدير مع مستوى معين مثلا فيما يتعلق بالنص فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه مسألة فيما يتعلق بالأمة ثابتة جدا 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 لا جدال فيها إن كان هناك جدال في الدلالات أو الاعتبارات الأخرى هي مسألة أخرى مسألة ثانوية لكن النص كما هو الجو كما هو من الثابت المقطوع به المتواتر كما في مصطلح أهل الحديث والعلماء المتواتر بين الأمة فهو متواتر بين الأمة متلقى بالقبول بين الأمة مقطوع به بين الأمة وثابت بلا شك ولا مرية من العبارات الخطيرة التي وردت في كلام عبد الملك الحوثي وقد لا ينتبه لخطورتها كثير من المتابعين عبارة ينقلها عن رواية منسوبة إلى النبي يقول فيها وطبعا موضوع الصحة النقلة وعدمها هذا موضوع آخر لكن هي منسوبة إلى النبي عندهم هذه الرواية جاء فيها قول النبي علي مع القرآن والقرآن مع علي علي مع الحق والحق مع علي ثم ختم هذا الكلام الخطير بالطبع من الناحية العقائدية ختمه بما هو أخطر من الناحية السياسية حيث قال إن فيكم من يقاتل على تأويله يعني على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله يقصد يقصد الإمام علي طبعا إن فيكم يعني الإمام علي من يقاتل على تأويل القرآن يعني على فهم القرآن كما قاتلت أنا على تنزيله هذه العبارة هي محاولة لتشريع قتل المخالفين في الرأي وفي العقيدة وكأن الرسول فعلا قاتل المخالفين لأنهم أو قاتل الكفار لأنهم كفار وهذا أمر خطير النبي نفسه لم يقاتل الكفار لكونهم كفارا بل لأسباب أخرى دفاعية ومن أجل تحرير المضطهدين في الجزيرة وعمور لا ليس هذا مجال تبصيلها لكن الكضية خطيرة هنا نصل إلى ذروة المشكلة المذهبية في العمل السياسي إن الأساس في الأمور الخلافية بين الناس هو الاحتكام لمنطق العقل وهذا ما أكد عليه القرآن حين كان يعلم النبي والمؤمنين مخاطبة المخالفين كان يعلمهم مخاطبة المخالفين في العقيدة كان يقول للمسيحيين مثلا وكان يأمر النبي بأن يخاطب المسيحيين بالقول قل يا محمد إن كان للرحمن ولد كما تقولون فأنا أول العابدين ما عنديش مشكلة بس تعالوا ثبتوا لي برهنوا المهم هو البرهان أما هذا فيقول لا مجال للخلاف في الرأي لأن التأويل بطبيعة الحال هو مجرد رأي في فهم النص المحتمل النص المحتمل لأكثر من فهم يحتاج إلى أكثر من تأويل ولو كان النص قطعيا في دلالته ومعناه ما احتاج إلى تأويل فكيف يقول يشرع الكتال من أجل إخضاع أو يشرع الكتال من أجل إخضاع المخالفين لرأي أحدهم بالقوة تعالوا نستمع العبد الملك ثم نعود فحينما كان الرسول يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي علي مع الحج والحج مع علي إن فيكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله من هو أنا ذاك أنا قال لا هو ذاك هو خاصف النعل كان الإمام علي عليه السلام يخصف نعل رسول الله صلى الله عليه وآله طبعاً هذه العقيدة الفاشية عقيدة قتل المخالف لمجرد اختلاف في الرأي هي عقيدة الأجداد عبد الملك الحوثي وكتسفك بسببها بسبب هذه العقيدة الفاشية مئات الألاف دماء مئات الألاف من اليمنيين على طوال التاريخ ومن أشهر مذابحهم مذبحة المطرفية في عهد الإمام الطاغي عبد الله بن حمزة الذي كتل عشرات الألاف من أصحاب المذهب الزيدي المخالف لمذهبه الهدوي وسماهم سماهم هو كفار تأويل استناداً إلى هذا النص سيقاتلكم على تأويله ولهذا فكت كفر المخالفين كفر المخالفين له من داخل المذهب فمن بالك بخارج المذهب بسبب تأويلاتهم المختلفة عن تأويله هو وهو بذلك يعد من كبار التكفيريين في التاريخ إلا أن عبد الملك لا يستطيع طبعاً أن يعتبره من ضمن التكفيريين الذين يتحدث عنهم ليلاً ونهاراً عبد الملك وأمثاله يفضلون أن يرددوا كلمة التكفيريين ويشيرون بها فقط إلى المخالفين لهم في المذهب السياسي والذي يتفحص خطاب عبد الملك الحوثي السابق يخرج بكناعة أنه أيضاً يمارس التكفير في حق خصومي بطرق مختلفة ينزل آيات التي نزلت على الكفار ينزلها على المخالفين في المذهب السياسي يصفهم بالنفاق يصفهم بالعمالة يصفهم بالكفر يصفهم بكل وهذا طبعاً شكل من أشكال التكفير ولو أن زمن الحلقة كان متسعاً لعرضنا الكثير من الأمثلة لكن طبعاً المشاهد يستطيع أن يعود إلى هذه الخطابات وأن يتابعها في الزمن القادم ويتأكد بنفسه المذهب الإمامي مذهب تكفيري من طراز رفيع لكن طبعاً كما يقولون القرد في عين أمه غزال أعزائنا المشاهدين إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من الأجندة إن شاء الله نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر